جماعة اليوم في عندي شيء أزوركم ياه في الواقع الشيء ضخم ولكن ما في ناس كثير ينتبهوا على هذا الشيء فهذا جماعة فقط تفكير خارج الصندوق ووضع النقاط على الحروف بخصوص إيش اللي رح يحصل للبيتكوين مستقبلا هل رح يرتفع أو رح يهبط هذا جماعة سبب كبير وعامل كبير رح يأثر على سعر البيتكوين مستقبلا فتأكدوا جماعة بأنكم تظلوا معي من بداية إلى نهاية هذا الفيديو مرحبا بكم مرة أخرى اسمي وانصور وقدم لكم فيديوهات عن الوامناط الرقمية كل يوم معلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط لزر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب دعونا ندخل هنا مباشرة هل تقدروا تشاهدوا الجماعة هنا في البيتكوين وهو أنه هنا على فريم الأربع ساعات الترند الضعيف هذا هنا الآن قاعد يستمر طبعا تقدروا تشاهدوا بطنه هنا أسفل هذا الخط البني والبولز المشتريين حاولوا بأن يرفعوا السعر هنا فوق هذا الخط البني مرة أخرى ولكن في النهاية هنا فشلوا في هذا الشيء ونحن الآن مرة أخرى أسفل هذا الخط البني فرح أتكلم مجمعا كمان عن ليش حصلنا هنا على هذا الانخفاض مرة أخرى أمس ولكن في شيء مثل الاهتمام يحصل على الفريم اليومي طيب تقدروا تشاهدوا جماعة هنا على الفريم اليومي بأنه حصلنا هنا على أربع شماعات البولز أو المشتريين حاولوا فيها بأنه يرفعوا أو يخلوا الشماعات تغلق فوق هذا الخط البني ويمنعوها من الإغلاق أسفل هذا الخط البني هتقدروا تشوفوا هنا أربع شمعات وبدأت هذه هنا الشمعة الأخيرة هذه هنا كانت مثيرة جداً لإهتمام شمعة أمس على الفريم اليومي ولكن في النهاية نقدر نشوف بأنه حالياً نحن هنا على هذه الشمعة الحالية طبعاً لسه باقي عندنا وقت لإغلاق هذه الشمعة فيعني السعر لسه ممكن يرتفع فوق محافظة الخط البني هذا هنا في الأسفل ولكن حالياً نحن أسفل هذا المستوى فشيء مثل الإهتمام ومشوق بأنه نشوف هنا البولز المشتريين يحاولوا دائماً بأنه يرفعون هنا فوق هذا الخط البني ولكن في النهاية فشلوا هنا في هذه الشمعات وهنا في بعض هذه الشمعات قدروا بأنه يرفعوا السعر هنا فوق هذا أو قريب كان جداً من حافظة الخط البني في الأسفل ولكن هذه الشمعة الحالية الحمراء رح نشوف فين رح تغلق هذه الشمعة اليوم ولكن نحن الآن أسفل هذا الخط البني طيب ليش حصلنا على هذه التقلبات أمس؟ زي ما قلت يا جماعة كان في عندنا بيانات مهمة تم إطلاقها أمس والبيانات التي تم إطلاقها كانت بيانات التوظيف في أمريكا التي انخفضت إلى 7.76 مليون في شهر 7 طبعاً هبطت إلى هذا المعدل من 7.91 مليون في شهر 6 وهذا يعتبر أقل مستوى منذ يناير 2021 فهذا يشير إلى أنه سوق العمل في الواقع الآن أضعف من المتوقع وكيف كانت ردة فعل السوق لهذا الشيء؟ طيب في البداية كانت هنا إيجابية لأنه تقدروا تشوفوا أنه حصلنا على هذا الارتفاع فردة فعل السوق لهذه البيانات كانت إيجابية ليش؟ لأنه إذا الاقتصاد أو إذا السوق العمل ضعيف فهذا معناته بأنه محتمل بشكل كبير بأن الفيدرالي الأمريكي رح يناقصه معدل الفائدة بشكل أقوى وهذا بالمناسبة معناته بأنه الاحتمالية في شهر سبتمبر احتمالية تنقيص معدل الفائدة هنا ارتفعت من بين 50 إلى 41% فهذه البيانات التي طلعت زادت احتمالية أنه نحصل على تنقيص لمعادل الفائدة بـ 0.5% مقابل 0.25% فرح نشوف أجماعة إيش اللي رح يحصل أعتقد بأن التنقيص رح يكون 0.25% ولكن أكيد ممكن كمان بأنه يكون 0.5% اعتمادا على هذه البيانات ولكن السوق في الواقع مش عارف كيف يتفاعل مع هذا الشيء لأنه حتى للرغم أنه حصلنا هنا على هذه ردة فعل الأولية للأعلى لأنه السوق كان أوكي راح نحصل على تنقيص معدل الفائدة وراح يتم تنقيص بشكل عنيف ولكن بعدها قالوا ربما بأنه إحنا في ريكوت اقتصادي وهذا راح يكون شيء سيء للأصول فحصلنا هنا على هذا الهبوط فهذا هو التوتر اللي موجود حاليا في السوق هذه هي العقلية عقلية الناس حاليا مش عارفين هل bullish هل bearish مع هذه البيانات السيئة فهذا هو جماعة الشيء اللي يحاول السوق أنه يعرفه حاليا هل bullish أو bearish وهذه البيانات في الواقع ما كانت أهم بيانات اللي طلعت لأنه في عندنا يوم الجمعة non-form payroll ومعدل البطالة وهذا جماعة هنا راح يكون كمان أكبر وكمان في عندنا معدل البطالة في كندا فهذا هنا راح يكون كمان أكبر فاتأكد يا جماعة بأنكم تكونوا منجهزين لتقلبات أكثر بكرة يوم الجمعة لما يتم إطلاق هذه البيانات طيب قبل أن نتكلم هنا عن شيء مثير جداً الاهتمام عايز أقول بأنه بدغت هنا فتحت 500 مقعد متاح آخر إذا عايزين تستخدموا استراتيجية دول تبعي هذا هنا هذا هنا شيء ضخم زي ما أنتم عارفين جماعة عن طريق استراتيجية دول هذه هنا تبعي دخلنا أموال هائلة من هذه الاستراتيجيات ونعم الآن هنا مرة أخرى تقدروا تستخدموا هذه البطالة على البيتغت طبعاً أكيد تقدروا تستخدموا هذه البطالة على الوكي اكس إذا أنتم حابين ولكن الوكي اكس لسوء الحظ قاعدين ينقصوا دول أكثر فإذا أنت في إحدى الدول اللي ما تقدر تستخدم الوكي اكس فبكل تأكيد تقدر تستخدم هنا البيتغت فإذا عايزنا جماعة تستخدموا هذه الاستراتيجيات فانزلوا لصندوق الوصف لهذا الفيديو في عندكم الفيديو التعليمي المتعلق بهذه البطالة في أعلى صندوق الوصف أول شيء اضغطوا هنا أول شيء طبعاً تقدروا تستخدموا وتجربوا الوكي اكس اضغطوا على هذا الرابط اضغطوا على جوين ناو وإذا ما تقدروا تستخدموا الوكي اكس فتقدروا تستخدموا البيتغت اضغطوا هنا على هذا الرابط رح يأخذكم إلى هذه الصفحة وتقدروا تحصلوا أو تطلبوا هذا البونس ما يصل إلى 30 ألف دولار سجلوا في البدغت وبعدها بضغط زر واحدة تقدروا ترجعوا وهنا في هذا الرابط تقدروا تعدوا نفس البوت عن طريق هذا الرابط فتأكدوا جماعة بأنكم تستغلوا هذه العروض وكمان في الواقع في عندكم صفقة مجانية بقيمة 300 دولار عن طريق الايفو إذا ما تقدروا تستخدموا أي من منصات تداول المركزية هذه فتقدروا تستخدموا الايفو هذه هنا منصة لا مركزية ما في KYC ما في أعرف عميلك فتأكدوا جماعة بأنكم تستغلوا هذه العروض وما يصل إلى 30 ألف دولار بونس إداع من البابت فهذه هنا جماعة منصات رائعة فتأكدوا بأنكم تستغلوا هذه العروض طيب أول شيء جماعة هذه أقوله وهو أنه بنك اليابان أكدوا وقالوا مرة أخرى بأنه ممكن يرفعوا معدل الفائدة أكثر وهذه هنا طبعا أخبار سيئة لأصولنا وإذا ما تعرفوا بخصوص هذا الشيء فتأكدوا جماعة بأنكم ترجعوا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تكلمت في ذاك الفيديو عن ليش رفع معدل الفائدة من البنك الياباني يعتبر شيء سيئ جدا لسوق الكريبتو وإلى أسواق الغربية بشكل عام وهذا طبعا بسبب الصفقات التي تم عملها بسبب لأنه ما كان في فوائد على الياباني فهذا الآن شيء طبعا ينتهي خلاص وهذا شيء جماعة طبعا لازم الواحد يراقبه عن كثب فأكيد طبعا راح أخليكم على الإطلاع بهذا الشيء وإذا الاقتصاد كان أداءه كما هو متوقع فممكن بأنه يستمر برفع معدل الفائدة أكثر فخلونا نحط لنا على هذا الشيء طيب في شيء ضهم جماعة الآن عايزة تكلم عنه شركات الأموال التقليدية الآن تريد بأنها تعمل عملياتها بالبيتكوين واللي قال هذا الشيء هو سي او لكانتر فيزغلرد هذا الشخص هو هاورد لوتنك والشيء المثير لإتمام بخصوص هذا الشيء وهو أنه هذه هنا شركة معروفة بشكل كبير جدا هذه الشركة تعمل مع أكبر الشركات الموجودة على الإطلاق ويقدموا خدمات نصائح ويقدموا كمان خدمات مالية واللي يقوله وهو أنه كثير من هذه الشركات عايزة بأنه تدخل أول شيء في البيتكوين ويضيفوا البيتكوين إلى البالانسيت تبعهم ولكن مش قادرين يعملوا هذا الشيء بسبب التنظيمات أو مشاكل التنظيمات الرسمية طيب تقدروا تشوفوا هنا هاورد لوتنك قال بأنه البنوك تريد أن تعمل عملياتها في البيتكوين كأصل جديد ولكن يتم إحباطهم بسبب التنظيمات الموجودة في أمريكا ولكن إذا كانت البيئة التنظيمية جيدة فرح تشوفوا جماعة كل شركات الأموال التقليدية تدخل بشكل رئيسي هنا وبشكل سريع في البيتكوين طيب هذا هنا هو اللي قاله ليش هذا هنا مهم؟ طيب هذا الشخص اللي يعرف هذه المعلومة وطبعا هو بوليش في الكريبتو تم اختياره من قبل دونالد ترامب لكي يقود هذه التحويلات أو لكي يقود فريق التحويل فيعني بشكل رئيسي هو رح يساعد في هذه التنظيمات والسياسات لدونالد ترامب إذا فاز دونالد ترامب طيب خلونا نشوف جماعة الآن ما مدى احتمالية هذا الفوز نقدر نشوف جماعة بأنه الآن دونالد ترامب حاليا الآن في المقدمة احتماليته 53% بأنه رح يفوز وكامالا هاريس 46% فالآن المتوقع والمهتمل بأنه دونالد ترامب هو اللي رح يفوز بهذه الانتخابات وهذه الانتخابات فقط تبعد بشهرين طيب بمعنى آخر جماعة دخلونا هنا نركب هذه القطع مع بعضها طيب دونالد ترامب يبدو بأنه مهتمل أنه رح يفوز هذه الانتخابات وهذا الشخص اللي كان اسمه هاورد لوتنيك تم اختياره من قبل دونالد ترامب علشان يعمل التنظيمات بخصوص هذه العملات الرقمية والسياسات الأخرى طيب وهاورد قال بأنه في مؤسسات كثيرة تنتظر علشان تدخل في البيتكوين أول شيء إذا كان في تنظيمات جيدة هو كمان سياسات جيدة فخلونا نجمع هذه القطع كلها طبعا إذا فاز دونالد ترامب فهذا الرجل هنا رح يكون مسؤول عن هذه التنظيمات وعن هذه السياسات وهذا رح يكون معناته بأنه كثير من هذه المؤسسات السابقة اللي ما قدرت أنها تدخل في البيتكوين رح يكونوا الآن قادرين بأنه يدخلوا في البيتكوين فهذا هنا بصراحة شيء واعد جدا يا جماعة من اليوم فيديو مختلف شوية تكلمت فيه لأنه كان في عندي هنا النظرة معني اللي قاعد يحصل في السوق ولكن يا جماعة هذا هو كل شيء عندي لكم اليوم بتوفيق لجميع وأشوفكم في الفيديو القادم